هي سنة جفاف بامتياز على ما يبدو هذه الأراضي لم تزرها مياه السقي منذ ستة شهور ولتتوقف الأنشطة الزراعية هنا وليكون مشهداً يعكس أزمة اقتصادية لطيف واسع من سكان محافظة ذيقار شح المياه الواردة عبر نهري دجلة والفرات أجبرت جهات المعنية على تقليص الخطة الزراعية في ذيقار للموسم الشتوي إلى النصف لكن الجفاف وانحسار الأمطار زاد من تراجع الأراضي المزروعة ورفع نسبة التقليص إلى 75% ما ينذر بموسم زراعي متدني يشكل علامة قلق لمحافظة يشكل المشتغلون في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية نصف سكانها الحال في ذيقار هو نموذج لأزمة الجفاف وشح المياه في العراق في ديالة مثلاً تبدو الأمور أكثر تعقيداً صحيح أحمد ديالة من أكثر مدن العراق تضرراً بفعل أزمة الجفاف التي ضربت البلاد هذا العام فأغلب أنهارها وسدودها جفت بشكل شبه كامل للأزمة أسباب عدة أبرزها قلة الأمطار وقطع إيران الأنهر القادمة منها فضلاً عدم وجود خطط لخزن المياه خلال سنوات الوفرة الماضية وهذا أدى إلى تضرر الفلاحين بعد تقريص الخطة الزراعية للموسم الحالي ودفع مناطق إلى الاعتماد على المياه الجوفية أزمة الجفاف لم تسلم منها حتى الحيوانات فمربي المواشي اضطروا إلى بيع نحو 20% من مواشيهم إثر عجزهم عن توفير المراعي والأعلاف لها وفق للإحصاءات الرسمية هذه كانت أثار أزمة الجفاف في ديالة أما البصرة فلها نصيب من أضرارها أيضاً البصرة تحت وطأة ملوحة المياه وتلوثها في نهر شط العرب المصدر الرئيس لمحطات ضخ الماء والري وذلك بسبب تذبذب كمية الأطلاقات المائية الآتية من نهري دجلة والفرات وبفعل التجاوزات على حصة المحافظة المائية زحف المد الملحي من الخليج باتجاه نهر شط العرب في أزمة تتكرر كل صيب هذا العام بلغت نسبة تراكيز الأملاح في نهر شط العرب أكثر من 14 ألف جزء بالمليون وهي أضعاف معايير منظمة الصحة العالمية التي يجب أن لا تزيد على ألف جزء بالمليون حل هذه الأزمة بحسب خبراء يتمثل في عزل مياه شط العربي عن الخليج بسدة فاصلة إلى جانب بناء محطات لمعالجة الملوثات وربطها بشبكات المجاري لإيقاف تدفق المياه الملوثة في فصل الشتاء ونتيجة للأمطار تتحسن نوعية المياه نسبيا لكن ذلك يعد حلا مؤقتا سرعان ما ينتهي بانتهاء موسم الأمطار والواقع يؤكد أن حلول ملوحة المياه وتلوثها ما زالت تراوح في مكانها رغم وعود الحكومات المتعاقبة موسيقى